شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعليات المؤتمر الطبية الأفريقية الثاني صحة إفريقيا وذلك بمركز المرارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة كما تفقد رئيس السيسي مكونات المعرض الطبي الأفريقي الثاني حيث قام بجولة في أجنحة المعرض التي تضم عددا من الشركات العاملة في مجالة الصناعة الطبية المختلفة شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فعليات المعرض والمؤتمر الأفريقي الطبي الثاني صحة إفريقيا أفريكا هيلث إكس كون بمركز مصر للمعارض الدولية والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا بمشاركة الجهات المعنية بالرعاية الصحية من المؤسسات الحكومية وكبريات الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في القطاع الصحية بإفريقيا هذا وقد تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مكونات المعرض الطبي الأفريقي الثاني حيث شاهد سيادته أجنحة المعرض التي تضم عددا من الشركات العاملة في مجالات الصناعة الطبية المختلفة احنا شركة ميديل النمسوية الرئيضة في مجال زراعة القوقعة والأجهزة السمعية الحمد لله احنا موجودين في مصر لخدمة مصر حوالي من 30 سنة وبعد انطلاق المبادرة لضعف السمع وبالتعاون مع هيئة الشراء الموحد احنا الحمد لله استطاعنا ان احنا نورد لمصر والأطفال مصر أحدث تكنولوجيا في العالم وحاليا احنا موجود عندنا في مصر حوالي 9000 مستخدم لزراعة القوقعة قدروا ان هما يتحولوا من ضعفاء سمع لأطفال كويسين بيستمتعوا بالحياة وانطلاقا من مبادرة رؤية فخامتك لمصر وافريقيا احنا كنا حابين نعلن عن مبادرة بسيطة اسمها افريقيا هيرز او افريقيا تسمع المبادرة دي بتشمل على التبرع بعدد من الأجهزة السمعية لإحدى الدول الافريقية بعد موافقة فخامتك عن طريق هيئة الشراء الموحد وتحويل مصر لمركز التدريب لأفريقيا يشمل جميع أخصائي طب جراحة الأنف والوزن والحنجرة ويكون المركز ده متواجد في العاصمة الإدرية الجديدة وشرف كبير مرة تانية جدا لنا يا فانتم العافية يا فانتم بنمثل شركة أبوت العالمية من كبريات شركات إنتاج الدعمات في العالم شركة أبوت إحدى شركات شركة أبوت الأمريكية المنشأ أساسا بنينا تواجدنا في مصر عن طريق التدريب المستمر للسادة الأطباء سواء في الداخل أو في الخارج عن طريق ورش عمل تعملنا مع هيئة الشراء الموحد منذ ديسمبر 2015 في أول اجتماع لها وأعتقد أننا شركاء نوفي بالتزاماتها تجاهها وننوي أننا نكمل منظومة التدريب للسادة الأطباء مستر هانك ده المدير الإقريمي لأوروبا والشرق الأوسط والفريق المساعد له شكرا يا فانت نراحب السيادتك في النسخة الثانية من معرض إكس كون النهاردة نتشرف ونفتخر بالإعلان عن وصول أول شحنة من دواء الألبومين البشري المصنع والمشتق من البلازمة المصرية تجميع البلازمة في المركز تسفرها ثم تصنيعها في المصنع في برشلونة عودتها تانية نقطة فارقة واستراتيجية في توطين صناعة والاكتفاء الزات من مشهور البلازمة لأن الاعتماد الدولي وأسلوب الجودة المطلوبة اتبعناها في كل خطوات من أول ما دخول المتبرع للمركز إجراء الفحص الطبي ثم المعامل ثم التبرع ثم حفظ البلازمة في التلاجات لضغط 30 درجة مقوية تسفير البلازمة عبر المحيط دخولها في المصنع هناك إعادة الأبحاث المعملية للتأكد من سلامة وأمان البلازمة وصلاحيتها للتبرع وعودتها إلى جمهورية مصر العربية كل ده تم طبقا لمواصبات الجودة العالمية مشروع مشتقات البلازمة سيادتك كنت بتحلم به النهاردة نقدر نقول أن المشروع بأصبح حقيقة واقعة على أرض جمهورية مصر العربية نشكركم على هذا الإنجاز وبهنيكم بهني مصر وبهنيكم على عليك شكرا جزيلا إن شاء الله فينا سعبد الرئيس نحن شركة ابتدنا نشار سنة 81 اسمها إيجبت الملابس الطبية ومتخصصين في إنتاج الملابس الطبية بيننا النشاط كنا بنستورد ونوزع للمستشفيات وكان لنا استراتيجية واضحة أن نبيع لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وفعلا نكملنا على الحال دهوت لحد السنة اللي فاتت وبنصدر حاليا لحوالي 34 دولة نحن سعادة نحن بنفخر بدورنا كشريك استراتيجي للدولة المصرية في تنمية البنية التحتية للرعاية الصحية في مصر بالشراكة مع وزارة الصحة وهيئة شراء الموحد والحيات تبقى لتكليف سيادتك لهيئة شراء الموحد بعمل حصر واستكمال لأجهزة الفحص بالمسح الزري البيت سي تي في أنحاء جمهورية مصر العربية لو نطمح لتغطية مصر بس هنحط سايكلوترون في مدينة إنا لو نطمح للتصدير ممكن نحط سايكلوترون في مدينة إنا إضافة الصعيد ونحط سايكلوترون في أسوان والسايكلوترون ده يقدر يوصل المادة المشعة لدول شر أفريقيا كلها الحمد لله قدرنا نوصل في مدة قياسية أول جهاز رانين مغناطيسي متنقل بمجال عالي جدا ده تكاملا مع رؤية حضرتك لحياة كريمة لمبادرة حياة كريمة ووصول الرعاية الصحية لكل أرجاء مصر زي محيطك عارف خلال الفترة بتاعت جائحة كورونا كل اللي شغالين في مجال الرعاية الصحية عرفوا أهمية التحول الرقمي وإحنا كشركة أحد الرواد الرعاية الصحية اهتمينا بشكل كبير إن إحنا نطلع منتجات التحول الرقمي واستخدام الزكاة الإصطناعي في أساليب جديدة منها المستشفات الإفتراضية الإكلينيكية بالتخصصات المختلفة وجزء منها اللي حابين نعرضه على حضرتك وإن شاء الله هنقدمه بتشريف سياد تاكلينا الجزء بتاع التحول الرقمي في فحص أنسجة الأورام وإزاي بالتحول الرقمي نقدر كمان نعمل تشخيص عن بعض إحنا بنستأذن حضرتك بموفد حضرتك هنعمل مشروع تجريبي بدون تكلفة الدولة أي حاجة هنورد الجهاز شامل التعامل عن بعض وشامل الزكاة الإصطناعية إن شاء الله ونويت حضرتك بكل الدعم إن إحنا نطلع مخرجات قوية وبسرعة كبيرة جزيلا سيادة رئيسة إحنا هي شركة تلكتا هي شركة سويدية متخصصة في علاج الأورام السلطنية بالعلاج الإشعاعي الدقيق لها مصانع في السويد وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والصين في عام 2020 تم افتتاح المكتب الأقليمي في جمهورية مصر العربية ليكون هو مكتب الدعم الرئيسي للكرة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط من جمهورية مصر العربية متوسط السلطنية العالمي لجهاز العلاج الإشعاعي هو 3 مليون دولار أمريكي تم تركيب 43 جهاز في جمهورية مصر العربية 37 من 43 تم تركيبهم بعد عام 2014 تم تركيب هذه الأجهزة في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات وزارة الدفاع مستشفيات جامعية معهد القاومي للأورام ومستشفيات منظمات المجتمع المدني وبعض المستشفيات الخاصة استطاعت هاية شراء بوحد تأمين هذه الأجهزة لجمهورية مصر العربية بسعر أقل بكثير من متوسط السعر العالمي حاليا بالتعاون بفضوء خطة وزارة الصحة لإحلال الأجهزة المنتهية عمرها الإفتراضي جاري إحلال عدد 13 جهاز لصالح وزارة الصحة وهي التأمين الصحي مستشفيات جامعة الحسين ومستشفيات جامعة الزأزية يتم علاج 28 ألف حالة سرطان سنويا على أجهزة إلكتا في جمهورية مصر العربية بما يعد 420 ألف جلسة علاج إشعاعي سنويا على أجهزة إلكتا في جمهورية مصر العربية شكراً سترايس شكراً سترايس